لكن تعالوا بس نشوف الأول مركز هذا الزلزال في منطقة كهرمان مرعش في منطقة غازي عنتاب في جنوب تركيا جنوب وسط جنوب تركيا هذه هتلاقي الخط الفاصل بين تركيا وبين سوريا ده فوق تركيا وتحت سوريا انتم عارفين شمال سوريا هذه المنطقة اللي بيغلب عليها سكان الأكراد وايضا جنوب تركيا بيغلب عليها ايضا السكان الأكراد فهذه المنطقة في الجانب السوري منها ضعف الى حد ما لسيطرة الحكومة المركزية في دمشق على هذه المنطقة حيث يقتنها معظمهم من الأكراد وهنا قوات سوريا الديمقراطية في جنوب تركيا نفس الكلام هنا في هذه المنطقة منطقة توتر ومنطقة حروب ومنطقة استلاء على أرض ومنطقة كر وفر في العموم سكان هذه المنطقة منكبين بنكبات سياسية سكان هذه المنطقة بيعانوا من نكبات سياسية ليس ذلك فحسب النهاردة نكبات طبيعة الأرض وهذه القشرة هنا جبال الأناضول والقشرة في هذه المنطقة منطقة الأوراسيا في قشرة أرضية في فالق في التقاء القرى الأوروبية بقرة أسيا بالفالق الأفريقي العظيم مجموعة من الشروحات الفنية لطبوغرافيا الأرض ولمراكز الزلازل والمتخصين في طبقات الأرض ليه بيحصل هذه الزلازل ومن يستطيع أن يتنبأ بالزلازل ومن يستطيع أن يقرأ الأسباب الحقية لهذه الزلازل هنا كان مركز الزلزال زي ما أنتم شايفين في هذا الموضح هذه الصورة الموضحة مركز الزلزال في منطقة غازي عنتاب بالتأكيد كلما اقترب المكان من مركز الزلزال قادي حلب قادي حماه قادي شانلي أورفا وحتى أدنى وصولا إلى يعني كل الأراضي قادي الأردن شعرت لبنان شعرت فلسطين ودولة إسرائيل وهذه المنطقة في مصر حتى سكان القاهرة شعروا بهذا الزلزال دي أقدر أقول وأقدر أسميه زلزال شرق المتوسط لأنه قادي البحر الأبد المتوسط اللي بالأزرق وقادي شرق المتوسط وزي ما احنا بنقول أنه الأقالين نقدر نقول فيه إقليم اسمه إقليم شرق المتوسط اللي هي الدول اللي بتطل على البحر المتوسط من جهة الشرق اللي هو تركيا وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وإسرائيل ومصر دي دول شرق المتوسط وأبرز طبعا في القلب من هذا كل هذه الدول هذه الشريحة من البحر الأبد المتوسط كل دول شعروا بهذا الزلزال هذه المنطقة ليس الزلزال الأول ولن يكون الزلزال الأخير ربنا يسلم يعني سكان هذه المنطقة لأنه الآن لسنا بصدد دبلوماسية سياسية ولا دبلوماسية اقتصادية وإنما نحن بصدد دبلوماسية إنسانية في المقام الأول الآن قلوبنا بتدمى قلوبنا وتدمى عيوننا على هؤلاء الضحايا بصرف النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم لكننا أشقاء في الإنسانية وهنا كما قلت يمكن أن نرفع شعار دبلوماسية الإنسانية أولا في الملمات في الألام في الأزمات في النوازل يجب أن يكون الإنسان هو شعوره بالإنسانية هو الغالب بعيدا عن أي خلافات سياسية أو خلافات أيديولوجية لكن أنا الحقيقة في هذه المنطقة قلبي مع هؤلاء قلبي مع هؤلاء في هذه المنطقة وأنا كان لي يعني الحظ أن أنا أتجول في هذه المنطقة كاملة في منطقة جنوب تركيا ومنطقة شمال سوريا في هذه المنطقة ولي أصدقائك كثر هنا وأعرف الكثيرين وعبر البرنامج أطمئن يعني أحاول أن أطمئن نفسي وأدعو لهم بالسلامة كل سكان هذه